باخر حاجة هتكلم فيه مع حضراتكم الاعلام ودوره في هذه المباراة اخواتنا واصدقائنا من الاعلاميين يجب ان يكون هناك دعم للنادي الاهلي في المباراة القادمة في كل البرامج الاخرى يعني الحمد لله من ساعة ما الواحد طلع واتكلم عن قصة سانداونز الحمد لله لقينا الكلام في الموضوع ده ناس سكتت فيه فانا لا املي على احد ان هو يعمل ايه او ما يعملش ايه كل اخواتنا واصدقائنا عايزين مسنددكم الفترة القادمة للنادي الاهلي مش عايزين يجيب بقى مدخلات للمنافسين واسطل كذا وحنعمل وناخدهم في سكك تعكر صفو هذه المباراة ارجو ان يكون التناول الاعلامي لهذه المباراة فنيا وكرويا وده اللي انا هعمله هنا في هذا البرنامج انا لن اتكلم عن حاجة خارج المستطيل وعن جمهوري اللي انا ببقى متأكد منه هتكلم عن تسعين دقيقة جوال ملعب وتسعين دقيقة ان شاء الله سبعين تمانين الف او مئة الف متفرج ومشجع اهلاوي يكونوا واقفين بيشجعوا فرقتهم فرقتنا فقط ماناش دعوا بقى اي حد تاني اتمنى من زملائنا الاعلاميين نحن ما نشوفش وما نقراش تعليقات سلبية للبعض من الناس اللي عايزة تعمل العلاقة سيئة سواء كانوا مسؤولين او جمهين فنيا وكرويا النادي الاهلي لا ينظر الا للملعب والدعم الاعلامي مطلوب بشدة لهذه المباراة جوه الملعب لان النادي الاهلي في مهمة وطنية بمنتهى البساطة الاهلي مش بيلعب باسمه الاهلي بيلعب باسمه طبعا وباسمه مصر اولا وباسم النادي الاهلي النادي الاهلي هو صاحب الانجازات والبطولات لمصر وللنادي الاهلي دايما النادي الاهلي بيكون هو حامل راية الانتصالي والتواجد في كل المحافل الدولية لكذا يجب أن يكون هناك مناخ جيد لتحقيق أو مواصلة تحقيق هذه البطولات والإنجازات لأن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا وكبير إفريقيا المارد الأحمر سيبقى دائما ملك إفريقيا الأوحد وقلعة الكوس